نفترض أنك رميتي هاد ستيلو وقدتي الطوع 4 متر وطاح في واحد الوضعية معينة وبغيتي تعود التجربة باش تحصل على نفس النتيجة ديال أنك الطوع 4 متر ويطاح في وضعية معينة فاللي غادي تديروه هو أنك تشد ستيلو بنفس الوضعية وترميه بنفس القوة وفي نفس الاتجاه كما درتي في الرمية الأولى ولكن بغض النظر على النتيجة اللي غا تحصل عليها تما واحد السؤال مهم جدا واش زع ما غدوك العوامل اللي كتعرفها مسبقا وضربتي لها الحساب هي اللي كتأثر على النتيجة ولا تماشي عوامل خراء عوامل خراء ما كتباش أنها غتشكل لك شي فرق درتي الحساب مثلا الحالة ديال الجو في وقت الرمي والحالة ديال السطح اللي غا يتح عليها ستيلو ولكن تماشي عوامل خراء ما زال ما معروفاش علميا كتصنع واحد فرق إضافي بواحد اللغة أخرى أكثر قربا الواقع واش عمرك ما فكرت في شنو كان غا يوقع لك ما تفرجتش البارح مثلا في التلفازة ودرتي شي حاجة أخرى من غير أنك تمشي تفرج في التلفازة ولا درتي ديال الكسيدة اللي فلتي منها واحد النهار وشنو كان غا يكون له تزاديتي في شي سبيطار من غير هادك اللي تزاديتي فيه ولا حتم اللي كنت نطفة في الراحم ديال الأم ديالك شنو كان غا يكون له سبقاتك شي نطفة أخرى لبويضة كيفش يمكن لها التغييرات الصغيرة والبسيطة بزاف أنها تبدأ في واحد السلسلة ديال الأحداث اللي هي طويلة غا تخلي المستقبل ديال كيمشي في واحد المصار مختلف تماما على المصار اللي ركفيه على المدى البعيد تاريخيا لابغينا نرجع للأحداث اللي وقعت في يونيو 1914 من اللي ما كانتش الظروف السياسية في العالم مستقرة طبعا غا يتعرض واحد ولد الحاكم ديال واحد الدولة لمجموعة من التهديدات بالاغتيال ولكن هدوالي العهد كان كيستطع يحمي رسو بقوة الحراس اللي عنده ولكن بسبب واحد لانعطافة صغيرة دار هالشفور دياله فعوض ما يمشي ديرك تلقصر هو بحالي لك ببرد دورة وداز من واحد طريق خرا ماشي من المفترض انه يدوز من تنبا باش يوصل للقصر وشافهم الصدفة واحد طالب وكان عنده الفردي طلق جوج قرطاسة من ديال فردي وقص بها داك ولي العهد والخرى قص بها مراتو هالطالب اللي طلق القرطاس كان من الصرب وداك ولي العهد ونمساوي فنضط الامبراطورية النمساوية باش ترد ثقر نزلت على الصرب ش شروط تعجيزية ومنلي ما قدتش صربية على ديك الشروط علنات النمسا الحرب على سيربيا مرمت اكدت ان للمان راه معها فشنو درت روسيا ناضت تحت هي وقفت تحت سيربيا وعلنات على تقيد ديالها لسيربيا فتحطم ذاك السلام الهش اللي كان بين القوى الكبرى في أوروبا وولت عندنا جوج ديال الجباهات وحدة فيها سيربيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وتزاد لهم من بعد إيطاليا والثانية فيها النمسا والألمان وتزاد عندهم الإمبراطورية العثمانية استمرت هاد الحرب بعادية للسنوات ماتوا فيها كثير من 8 مليون ديال البشار والثالث بالاستسلام ديال الألمان وطحت النمسا في القصر ديال فيرساي وقعوا تما فين وقعوا للمعاهدة ديال الاستسلام وتحولت الألمان من إمبراطورية الجمهورية وبقت الإمبراطورية العثمانية مجرد تاريخ يعني مرمى قسموا دوك الممتلكة ديالها دوك الدول المنتصرة وبسبب التبعات ديال هاد الحرب العالمية الأولى غادي تنشأ لنا الحرب العالمية الثانية والتبعات ديال الحرب العالمية الثانية يعني بالسيطرة ديال أمريكان والاتحاد السوفيتي غادي تنشأ لنا الحرب الباردة اللي راح نكن نلمسوا الأثار ديالها لحد اليوم فهذه الأحداث الكبيرة كانت بسبب ذلك الدورة التي يكبرها ذلك الشفور الولي عهد النمسا وتاريخياً الذي رفض معهد الفنون في النمسا الموهبة الهيتلير في الرسم هذا الشيخ يخرج الهيتلير ذلك الموهبة الدكتاتورية ذلك فلو كان قبله مثلاً في ذلك العهد ربما ما كان يفكر يمشي للعسكر ويولي جون دي ويقاتل في الحرب العالمية الأولى وغايش علموها الحرب العالمية الثانية كقائد ديال لالما إذن كنلقوا أن هذه الأمور قاع مرتبطة بوحد الحاجة اللي صغيرة بزاف ما كنضربوش لها الحسن هذه كنتسمى نظرية الفوضى فامور ما اضطار نيوتن ولا بلاس عدم صحات هذه النظرية حيث هما كيعتقدوا أن مبدأ الحتمية هو اللي كيقود قاع القوانين الفيزيائية والرياضية للعالم والحتمية اللي كيترحوها كتعني أن العالم كيمثل نظام محكم كيخدم بحلو واحد الآلة ميكانيكية ما كيوقعوش فيها شيء ما كيوقعوش فيها شيء أحداث اللي غير قابلة للتفسير وكل حدث تابع لشيء قانون رياضي معين الإلمان بدك القوانين غايكون سبب كافي ما شغل التنبؤ بالمستقبل وإنما بتغيير المستقبل عارض العالم بو نماري هاد الحتمية اللي افطار ذهانيوتن ولا بلاس من واحد الزاوية مهمة وهي علم الطقس فانطلق من أن العلماء دي العلم الطقس كيلقوا صعوبة كبيرة في التنبؤ الحتمي بالحالة دياله على مدى ديال أشهر ولا حتى ديال أيام فالعواصف كتكون غير قابلة للتوقع لدرجة أنها كتبان غي صدفة بو نماري لفتل انتباه لوحد الزاوية كانت بمثابة منطلق مهم بالنسبة للعالم الرياضيات والأرصاد الجوية إدواردو لورانس فهو صنع واحد النموذج لتنبؤ بالطقس كان عبارة على مجموعة ديال المعادلات الرياضية التفاضلية المعقدة كتمثل تغييرات في درجة الحرارة والضغط وسرعة الرياح خرج من ديك المعادلات بالنموذج اللي ممكن ديروا به التجريبة اختبروا في 1961 عمليا فادخل نفس القيم الرياضية الدقيقة في جوج ديال التجارب منفصلة على بعضياتهم وتابع النتائج اللي خاصتكم تساوية بناء على ديك المعطيات ولكن اللي يوقع هو أن النتائج مكنت بحال بحال والسبب ديال هاد الاختلاف في النتائج هو عدم دقة في ادخال الأرقام الصغيرة ففي المرة اللولة مثلا دخل 0.1 جوج 3456 وفي المرة الثانية اهمل دك العشرات الأخيرة يعني 0.1 لا توقف مكملش لأنه اعتبر أنه دوك الأرقام صغيرة بزاف فكان كيظن أنها مغتشكلش فرق ولكن على المدى البعيد شكلت واحد الفرق كبير بزاف هذا هو محور النظرية ديال الفوضى كترح النظرية أن طراشة معينة إلى حركة الجنح ديالها في بلاسة معينة غيساهم على المدى البعيد بتغيرات في الطقس من خلال دوك المواجات الصغيرة اللي خلاتها في الجو ومع الوقت ستسبب في إعصار كبير مثلا في بلاسة معينة من العالم فالهضرة هنا على ملايين الفراشات عبر العالم يقدر يكون هما السبب في الإعصار ولا سبب في منع الإعصار فالحدث المتسبب بدوره في الإعصار يقدر يكون مختلف تماما على هذا شيء يقدر يكون هو مثلا إقلاع ديال شيء طيارة مثلا أو حركة البيس بول في شيء ماتش معين واحد الفيلم اسمته The Butterfly Effect هو من بين الأفلام اللي جابه واحد عدد مشاهدات كبيرة على نيتفليكس هو فيلم ديال الخيال العلمي كيشسد بشكل درامي هاد النظرية هاد المميز في هاد الفيلم هو أنه كيجسد واحد الحادث كيختلف في البدايات دياله وبالتالي كيصور في كل اختلاف واحد الحاضر مختلف لكل وحدة من دوك البدايات ومن تمال واحد المستقبل مختلف حتى هو فكيبين الفيلم في الأخر النهايات المختلفة لكل بداية من هاد البدايات كيكتشف البطل ديال هاد الفيلم إضاء يعني مروا واحد العادة ديال التجارب أنك إلى غيرة الماضي ستغير الواقع حتى هو ولكن هذا لا يعني أن النتائج ستكون زوينة في جميع الأحيان فباش يخلق السعادة الرسول الأصدقاء دياله حاول إضاء أنه يصحح الماضي ولكن لكل حقيقة عندها واحد الجانب مظلم ولكن القرسو ما قدش يرجع الماضي أو الثاني على ذاك الشي اللي كان عليه أما المغزاء من استعمال مصطلح أثار الفراشة هو من اللي كان هادره على واحد العادة ديال الأحداث المتابعة والمختلفة على بعضياتها حيث في البدية ديالها وقعت واحد الاختلاف بسيط بزيال المنتقدين ديال نظرية الفوضى كي يعارضوها بواحد الفكرة ديال أنه علم الفضاء مثلا هو علم قابل التنبؤ وفق علاقات رياضية وفيزيائية محددة فالعلم حاليا يمكن له مثلا يحدد الموقع ديال شي كوكب معين في وقت معين إلا عرفنا السرعة دياله والهدره على الانتظام السنويم اللي كي تبدل مثلا النهار فكي يكبر النهار في الصيف وكي يصغر في الشتاء وكذلك بالنسبة الليل وفق البلاصة ديال الأرض على المصار ديالها البيضاوي على الشمس والدواران ديالها على رأسها ولكن الهدره على الفضاء عموما وعلى الكواكب اللي كتمشي وفق قوانين متوقعة هو واحد الأمر اللي كي يخلي التنبؤ بالمستقبل ديالها هي واحد الحاجة ممكنة ولكن النظرية ديال الفوضى هي كتناقش سلسلة ديال الأحداث اللي كتكون بنية على حدث كي يكون من سلوك الإنسان ولا شي ظاهرة طبيعية وغيرها من ذاك الشي اللي كيتقاس على هذا الشي من الحواج اللي ما كان قدوش نتوقعوه واحد الجانب آخر كي يناقشه المعارضين تعال النظرية هو أنه الفكرة ديال أثار الفراشة كتخلي النظرية كتبا بحالي لكتناقش غير في علم الطقس اللي هو معروف بالتقلبات دياله ولكن هي في الواقع كتناقش علوم خرى علوم كتيرة هي مثلا كتناقش علم الاقتصاد اللي كيكون غير قابل التنبؤ هذا الشي اللي كيبن مثلا اللي كيوقعو شي أزمات اقتصادية عالمية بلا ما يبن شي شي سبب واضح لهذه الأزمة هذي وكتناقش حتى علم الطب اللي كيكون عامر بالمتلازمات الغير القابلة للتفسير الحدود هذي الوقت هذا وعلم الحروب اللي صعيب تحدد فيه شكون هو الغالب وشكون هو المغلوب وخاعد ندوك المعطيات المنطقية ديال المعركة وزيد عليها بزاف ديال العلوم اللي كتناقش هذي النظرية ديال الفوضى تم واحدة لحكمة انجليزية قديمة تناولت نظرية الفوضى قبل ما يتناول هاشي واحد يعني اذا رأى واحد الشكل اللي هو بسيط فكي يقول لك من لي كيضيع المصمار ديال الحدوى الحدوان تعالحيصال كتضيع الحدوى وكيضيع الحصان وكيضيع الفارس اللي مفترض انه راها راكم على ذاك الحصان باش يوصل واحد الرسالة ديال واحد المعركة فكتضيع الرسالة وكتضيع المعركة وكتطيع المملكة وهذا الشي كامل بسبب ذاك المصمار ديال الحدوى اللي ما وصلت تخمسة سنطين